خالص فكرة الإلغاء ده مش موجودة أساسا يعني وزارة الثقافة حريصة جدا على المهرجانات المهرجان ده تعمل في عز الكورونا ولم يلغى لأهميته ده المهرجان الرسمي بتاع الدولة للمسرح والمسرح لقو أهمية كبيرة جدا المسرح انت بتتكلم مش بس اللي احنا بنشوفه والمسارح كلها اللي موجودة في مصر كلها في ربوع مصر كلها في كل المحافظات متمثلة مثلا في أسور الثقافة فعندها كمية مسارح كبيرة جدا بتكتذب شريحة كبيرة جدا من الشباب وكمان بتعمل نوع من التوعية والثقافة والمتعة والناس بتتابع المسرح بشكل كبير جدا لأ المهرجان المسرح لم يلغى حتى أيام الكورونا فلا لم يخطر ببالي كده نهائي ولا كمان الوزارة حريصة جدا وزارة الثقافة حريصة جدا على مهرجاناتها والله ما زي ما قلت الحضراتك هو بيحكمنا في المكرمين أنه يكون له تأثير واضح في المسرح وإن ده كمان قرار لجنة عليا في اللجنة العليا عندنا قامات مسرحية كبيرة سواء كانوا رؤساء قطاعات في مسرح الدولة أو ناس موجودة معنا أنا عايز أقول لك اللجنة العليا فيها الأستاذ خالد جلال أستاذ شامع عطوى الأستاذ دكتور رحمة بهيددين رئيس هيئة الكتاب معنا الدكتور هاني أبو الحسن رئيس سندوق التنمية السقافية معنا الأستاذ وليد يوسف الكاتب المسرحي معنا النجم نضال الشفعي معنا النجم طارق عبد العزيز معنا المخرج الشاب المتميز جدا الأستاذ إسلام إمام معنا النقدة الكبيرة الأستاذ عبل الرويني فاللجنة قامات مسرحية كلهم مهمين جدا فالقرار بيؤخذ بالإجماع يعني بيطرح الاسم وبنقض نتناقش في أسامي كتير جدا لغاية ما رسينا على عشرة اللي احنا استقررين عليهم صحيح في ناس بتبقى محتاجة تتكرم بس أنا في الآخر ما عنديش غير عشرة اللي أنا بكرمهم لكن في ناس تستحق كتير جدا جدا التكريم يمكن السنة دي لما عملنا إن إحنا نكرم الأحياء فقط فديتنا فرصة إن إحنا نكرم عدد أكبر لأنه كنا بنكرم على الأقل ثلاث راحلين أو أربع راحلين فدلوقتي لا إحنا هنكرم أحياء فعشان ناخد أكبر عدد يمكن في السنين الجاية إن شاء الله يعني إذا ربنا أراد يعني اللي ما تكرمش السنة ده هيكرم السنة الجاية إن شاء الله وإحنا بنحاول برضو نكرم أكبر عدد من الناس لأنه التكريم فعلا بيبقى يعني مفرح جدا وبيسعد الفنان بشكل كبير قوي وبيحس إنه قدر على مشواره الفني طبعا بيحصل إن في ناس بتبقى عايزة تتكرم وهي حق أهد أنها تتكرم بس يمكن فيش في الدورة دي إن شاء الله الدورة اللي جاية واللي بعديها واللي بعديها والناس كلها تتكرم يا رب أنا نفسي تكرم يعني عموما إنت هتفاجأ بالنجوم اللي إحنا مكرمينه يعني إن شاء الله يعني بس إحنا عاملين إحنا بننزل بالأخبار تباعا فأنا مش عايزة ننزل حاجة دلوقتي إلا بعد فترة هننزل نبدأ بالمكرمين يعني المكرمين كمان عندنا نجوم محبوبين جدا 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 يعني فهننزل بده بس يعني إحنا عاملين خطة زمنية لده أعدت فيه أول يوم اجتماع مع اللاجنة العليا المهرجان ثم يا جماعة إحنا أو أنا يعني أتمنى إنه المهرجان ده يوصل لرجل الشارع أنا هميني رجل الشارع إنه يعرف المهرجان مهرجان ده مهم جدا هقول لك أهمية كمان المسرح لإنه نحن بتكلم عن مهرجان مسرح أنا تجربتي مثلا أنا بدأت حب التمثيل وبدأ التمثيل يستهويني تماما وياخدني من كل حاجات التانية يعني مثلا كنت بلعب كرة قدم مثلا كان عندي هوايات أخرى لكن أول ما ندهني التمثيل ده فرحت في العالم بتاع التمثيل طب إيه اللي أقدر أنا أمارس هوايتي إزاي؟ أنا طبعا ما فيش فرصة أنك تمثل في السينما أو تمثل في الفيديو أو تمثل حتى في مسارح المحترفين الكبار فكان المجال اللي كانوا بالنسبة لنا عشان نروح نمارس هوايتنا كان المسرح الهواة أو مسرح قصور الثقافة أو الأندية أو سكنت أنت مثلا حبيت التمثيل وانت كبير فعندك الشركات عندك البنوك عندك المجتمعات المدنية عندك المسرح الكنسي مثلا في مسرح فتقدر المسرح بيكتذب ناس كتير جدا لأنه مثلا زي اللي بيحب الكرة مثلا مش كل الناس تلعب في الأهل والزمالك والإسماعيلي وواواوا لكن يقدروا يمارسوا هوايتهم في أماكن أخرى المسرح كذلك بيقدر بقى يمتص كل التقاط الشبابية أو التقاط اللي عايزة تمارس هواية التمثيل والفن بشكل عام لأن المسرح كمان مش تمثيل بس المسرح أبو الفنون لأنه بيضم كل العناصر بتاعت العمل الفني سواء مخرج أو مؤلف أو ديكوريست أو مهندس إضاءة مسميها السينغرافية اللي هي الإضاءة والديكور فأنت عندك عالم موسيقى الموسيقى عامل أساسي جدا في عروض الوقت بتبقى موسيقى يعني كلها فتقدر تمارس من خلال هويتك موسيقى 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 موسيقى